اليوم إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرر في قطاع الصحة العمومية إثر التوصول إلى اتفاق المتعلق بالنقاط الواردة باللائحة المهنية الذي تمخذ عن اجتماع انتظم صباح اليوم بمقار رئاسة الحكومة حيث تم إلغاء الإضراب واستعناف العمل بمختلف المؤسسات الصحية العمومية اليوم البارح بدنا التفاوض ما وصلناش النتائش كلمونا البارح في الليل الماخر على أساس أنه نحبوا يواصلوا التفاوض في رئاسة الحكومة بحضور السيدة وزارة الكاتب العام للحكومة السيد وزير المالية والسيدة وزيرة الصحة بن نيابة وبداية هذا التفاوض دي بداية مع السبعة نتاع السباح وفي الأخير وصلنا الاتفاقية اللي هي تهم الخمسة مطالب الخمسة الاتفاقيات القبل لموضعات موزعات الصحة أولا عن التناظر ما بين الأطباء وسيدة وأطباء الأسنان الصحة العمومية اللي تم الاتفاق عليه وسيصدر في الرايد الرسمي عن الأورغانيقرام من تاع الإدارات الجهوية كيف كيف ومش يصدر في الرايد الرسمي عن بالنسبة للأطباء الاختصاص التدرج المهني متاحهم التدرج في الترقية متاحهم كيف كيف تم الاتفاق عليه وسيصدر في الرايد الرسمي بالنسبة للإستمرار واللي قارد اتفقنا على أساس أنه تقع زيادة بنسبة 50% في القارد 2020 وخمسين في المائة في 2021 أنه في 2021 تتضعف قيمة القارد الحالية مع آخر 2021 فتح التفاوض فيما يخص القارد 2022-2023 باش منتلوقعة ديما اكتواليزاسيون بتاع القارد هذية بالنسبة للمناطق الذات الأولوية تم أولا ما كانوش قابلين لبرانسيب بالكل بعد قبلوه برانسيب أنه يجبنا نخلص الناس نعطيه منحة للناس اللي تخدم في المناطق الذات الأولوية وتم الاتفاق على أساس يفتح التفاوض منتوه على أساس أنه يتم في 30 سبتمبر غلق الملف هذية وتوقع إعطاء المنح داخل الجمهورية للصيادلة وللأطباء الأسنان والأطباء العامين دونك الجملة هذي الاتفاق هذية بعد ما تم الاتفاق هذية تم رفع الأذرار لأنه معاتش فما موجب للأذرار في الوقت الحاضر ومش يقع صدارهم تباعا في الرايد الرسمي هل هناك نقاط لم يتم الاتفاق عليه؟ هني قلت لك النقطة اللي قعدت معناها في النقاش هي النقطة متاع المناطق الذات الأولوية واللي هي مش تخدم عليها لجنة تختم أشغالها يوم 30 سبتمبر هذه النقطة تقريبا لأنه عنده مردود مالي